في لعيبة بعض اللعيبة أو بعض اللعبين في نادي الزمالك المباراة القادمة إن شاء الله هيتعمدوا هيتعمدوا الحصول على بطاقة صفراء المباراة القادمة هتكون أمام المصر هتقول ليه ليه يا كريم أقول لك إن في أكتر من لاعب في نادي الزمالك عنده إنذار بعد مباراة المصري فيه مباراة الفاركو وبعدها مباراة الأهلي فهيقول لك أغيب مباراة الفاركو مغيبش مباراة الآية ده كمان رؤية الجهاز الفني أكيد بيفكر كده وده بيحصل في العالم كله بالملازمة بس في أسماء زي عبدالله السعيد المسلوسي أسماء مهمة جدا ممكن يغيبوا عن مباراة النادي الآية عشان معاهم انزلوا طب أقول لك مين الأسماء يعني حمزة المسلوسي إبراهيم النضاي دونجة وعبدالله السعيد وأحمد مصطفى زيزو ومعاهم أحمد حمدي أحمد حمدي كده كده مصاب وسيف الجزيري كل دول معاهم انزارين التالت يخليهم يغيبوا عن مباراة الآية فهم بيفكروا هيشوفوا مين اللي ممكن ياخد انزار في مباراة المصري يغيب عن مباراة فاركو ويرجع خالي بصفحة بيضة في مباراة النادي الآية مباراة كمة الكرة المصرية فأنت لو لقيت لعيبة مديقات انزارات في المباراة مباراة المصري القادمة تفهم على طول أنه الهدف مباراة الآية طيب سامسون لسه مجاش نادي الزمالك وراجل عنده مستحقات لسه مجاش من السفر يعني ولسه عنده مشكلة في مستحقاته المتأخرة مع نادي الزمالك وعنده مستحقات ستة أشهر مع نادي الزمالك وعايز ياخد المستحقات دي قبل ما يعود لنادي الزمالك الزمالك استقر على خلاص رحيل سامسون أكينولا وخلاص مش لازم تكمل معنا الموسم بس سألوله ارجع القاهرة ونشوف تسوية لهذه المستحقات المتأخرة دون أي أزمات ودون أي مشاكل وبيتواصل معه دايما أستاذ عمر أدم عضو مجرس داوية نادي الزمالك عشان ينهي هذا الأمر بسلام وبهدوء دون أي أزمات أو مشاكل دي خطوة مهمة جدا عشان الزمالك مش حمل أي مشاكل تاني